بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثامن والستون بعد المئة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه من داعيه وعابديه فنقول قد وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق وأنه هوق عباده وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده ولو كان المراد بأن معنى عنده في قدرته كما يقول الجهمية لكان الخلق كلهم عنده كما أن الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستويا على جميع المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السماوات والأرض كما أخبر بذلك في كتابه ودل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة المثبتة وأما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل والمقصود أنه تعالى وصف نفسه أيضا بالمعية والقرب والمعية معيتان عامة وخاصة فالأولى كقوله وهو معكم أينما كنتم والثاني كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلى غير ذلك من الآيات وأما القرب فهو كقوله فإني قريب وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم قد افترق الناس في هذا المقام إلى أربع فرق فالجهمية النفات الذين يقولون ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته بل الجميع عندهم متأول أو مفوض وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كالخوارج والشيعة والقدرية والرافضة والمرجعة وغيرهم إلا الجهمية فإنهم ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النبي ولهذا قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط إن الجهمية خارجون عن الثلاث والسبعين فرقة وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد وغيره وقسم ثاني يقولون إنه بذاته في كل مكان كما تقوله النجارية وكثير من الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامهم يقولون إنه عين وجود المخلوقات كما يقوله أهل وحدة القائلون بأن الوجود واحد ومن يكون قوله مركبا من الحلول والاتحاد وهم يحتجون بنصوص المعية والقرب ويتأولون نصوص العلو والاستواء وكل نص يحتجون به هو حجة عليهم فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه وعندهم أنه في كل مكان وفي النصوص ما يبين نقيض قولهم فإنه قال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فكل من في السماوات والأرض يسبح والمسبح غير المسبح ثم قال له ملك السماوات فبين أن الملك له ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وفي الصحيح أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده وإذا كان آخرا كان هناك من رب بعده وإذا كان ظاهرا ليس فوقه شيء كان هناك من رب ظاهرا عليه وإذا كان باطنا ليس دونه شيء كان هناك أشياء نفى عنها أن تكون دونه ولهذا قال ابن عربي من أسمائه الحسنى العلي على من يكون عاليا وما ثم إلا هو وعلى ماذا يكون عاليا وما يكون إلا هو فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات تعال الله عما يقوله هذا الملحد ثم قال الشيخ والقسم الثالث من يقول هو فوق العرش هو في كل مكان ويقول أنا أقر بهذه النصوص وهذه لا أصرف واحدا منها عن ظاهره وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعر في المقالات الإسلامية وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية قال الشيخ وهذا الصنف الثالث وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص وأبعد عن مخالفتها من الصنفين الأولين فإن الأول لم يتبع شيئا من النصوص فالخالفها كلها والثاني ترك النصوص الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها وأما هذا الصنف فيقول أنا اتبعت النصوص كلها لكنه غالط أيضا فكل من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة يقولون إنه فوق العرش ويقولون نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف كما يذكر ذلك أبو طالب وغيره إلى أن قال الشيخ رحمه الله وأما القسم الرابع فهم سلف الأمة وأئمتها أئمة العلم والذين هم من شيوخ العلم والعبادة فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلم أثبتوا أن الله تعالى فوق سماواته وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منه وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية وهو أيضا قريب مجيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذاتهم كما قال محمد رسول الله والذين معه أي معه على الإيمان لا أن ذاتهم في ذاته بل هم مصاحبون له قوله فأولئك مع المؤمنين يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم في الله فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا وعلمه بهم من لوازم المعية كما قالت المرأة زوجي طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد فهذا كله حقيقة مقصوده أن نعرف ومقصودها أن نعرف لوازم ذلك وهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام وقرب البيت من مواضع الأضياف وفي القرآن يم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك وأنه يعلم هل ذلك خير أم شر فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات فذلك يثبات القدرة على الخلق في قوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء قوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام وهذا كثير ما يصف الرب نفسه بالعلم بالعلم بالأعمال تحذيرا وتخويفا وترغيبا للنفوس في الخير ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب فمدلول اللفظ مراد منه وقد أريد أيضا لازم ذلك والمعنى لازم ذلك المعنى وأما لفظ القرب فقد ذكره تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع فالأول إنما جاء في إجابة الداعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي كذلك في الحديث اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من علق راحلته وجاء بصفة الجمع في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهذا مثل قوله نتلو عليك نحن نقص عليك إن علينا جمعه وقرآنه إلى قوله ثم إن علينا بيانه فالقرآن هنا حين يسمعه من جبريل والبيان هنا بيانه من يبلغه القرآن ومذهب سلف الأمة وإمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل وأما قوله نتلو نقص فإذا قرأناه فهذه الصغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد هزمنا هذا الجيش ونحو ذلك لأنه إنما يفعل بأعوانه والله تعالى رب الملائكة وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهو مع هذا خالقهم وخالق أفحالهم وقدرتهم وهو غني عنهم وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستانون بها عنه فكان قوله لما فعله بملائكته نحن فعلنا أحق وأولى من قول بعض الملوك والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد